السلام عليكم ورحمة الله رجعنا وياكم بعد اشياء وايد لكن هل تشوفونا هني منطقة مطار ضخمة جهزت المكان على اساس في حلقة وحدة نقدر نشتغل معظم الاماكن لانه ابقى احطي مصانع هني والمصانع ما يوصل لها الامداد الكافي وبقى اوصل كل القطارات في المطار وبعدين من المطار تطلع الشاحنات والمعظم البضاعة سواء لانه لازم نطلع البترول برع مستقبلا ما ينفع بترول هني مثلا غير القرية الكورية اللي ما معرف شو الفايدة من المربع هذة لكن الفكرة يعني لعننا الحديد هني وعندهم طائرة شحن اوكي وطائرة الشحن نوعا ما شغالة وعندي يمكن احطي وراء صناعات بترولية واشياء ونبدأ نطلع برع المدينة خلاص المزارع هني الاشياء هني هاي قد نبقيهم ولكن نتمدد لكن مو اظنها بشيء لكن فرضا نحن نبقى نسوي هالاشياء شو لازم نسوي لازم نسوي منطقة مطار عليها القيمة صح ولا لا لانه في نهاية اليوم هو هو شيء نزيل المطار هذا راح يكون عبارة عن شقين الشق الاول الكارغو اللي راح يخدم كمية ضخمة من الناس طبعا هني باعتمد المربعات اه عفوا الانحناءات اعتماد كبير على شكل المطار على اساس الخدمات اللي راح تروح وترجع عن طريق المكان هذا راح تكون عن طريق المطار نزيل اول شيء نبقى نسوي وين صار نبقى نسوي مطار كبير مودر حلو لكن في نفس الوقت نبقى اللي هو كارغو شوفوا الحين هذا شيء يقولنا large area aircraft الاخره decoration public transportation الاخره يقسم لنا اياه تكسيم عرفتو اير كارغو عندما نروح على اير كارغو شوفوا اير بورت كارغو ترين كارغو اير بورت تيرمينال الحين هذا الاقطار اللي راح نوصل فيه الاشياء وهذه الطيارة اللي راح بتكون بيسيكلي المطار ولا هذا المكان راح يكون مكان الكارغو مانا ولا السيارات اللي توصل لهني وبعدين تروح تقلع منهني اقلع شديد نزيل اول شيء خلنا نشل الشوارع هاي على اساس ان نعرف نسوي تقسيماتنا على حسب حطة المطار المكان سيدة اكثر من اللازم بس مش مشكلة الحين هذا نبقى نميله نبقى نسوي طلعة ودخلها مننا محددة جدا دقيقة جدا نزيل ونبقى بطريقة ما نقدر انمده مكان ما عساس نقدر انطلع شو طائرات كارغو مغير ما يبين شكل مكان وي مش حلو نزيل الحين ابقى اللي يدخلون يدخلون من هذا الشارع ويطلعون من هذا الشارع فهذا الميلان قد يكون المثالي بالنسبة اح بالنسبة لهذا المطار شوفوا بالطريقة هاي نقدر النيبة من هنا نطلع ونوي لانه هذا تووي صح شو بنسوي نحن نحن عساس نتفادة الزحمة ممكن نسوي تووي بس لا يمكن الالتفاف لكن من الافضل انه نحن نحطي الوانوي طبعا الوانوي هذا اه ممكن لكن ما يحتاج ممكن يسوي تووي اندستريل لانه الشاحنات بتكسر اه شوارعنا اذا خليناها بالطريقة هاي ونوصلها بالطريقة هاي وتنزل عندنا الشاحنات من هنا والطريقة هاي الحين بننيب الشارع هذا وبنلزقه هنا معنا الاندستريل كلهم يدخلون من مكان واحد واذا بغينا انضيف دخول ثاني لهم عشان نحطي خدمات هنا اه فكرة نقدر نسوي بالطريقة هاي ولا بالطريقة هاي من هنا يدخلون لكن انا اشك في عملية هذا الشكل واذا حد يبا يرجع ما يبا يروح المكان هذا ولا يبا يرجع هذا الشارع من هني لازم ينشق عن ربعة ويبدأ يدخل من هذا الشارع هذا هاي بالطريقة هاي هذه الطريقة الاساسية عساس تاخذ رفة او يوتير حول المطار الكارغو المطار الكارغو يتكون عبارة عن اغسام ميديم كارغو ايربورت اللي هو هذا الحين هذا بالذات لانه ما عندي وايد اكسبانشنات ما عندي وايد امتدادات للكارغو عندي الكارغو ايركرافت ستاند واحد ما في غيره حاليا اللي هو اقدر احطيه وعندي اللي هو هذا كبير لكن هذا احسه اكبر من اه لازم او مش حق هذا المكان خلنقوله مثلا اذا نحطي طائرة هني ونمدد هذا حق طائرتين مثلا هذا من هني لين هني ثمانمية واربعين نحطي ثمانمية واربعين غير عفوا انا غلط الحسب خلنا خلنا نهدمه ازاي نحطي من هني لين هني ثمانمية وخمسة وعشرين توتل الف وسبعمية وخمسين بفهمكم شو سارفه طائرة طائرتين كارغو ثلاثة مع فراغة الفراغ بخلي فراغات في كل المطار انزين هذا معناه نقدر نسوي امتداد خلنا نهدم هذا بالطريقة هادي وهذا من هني لين هني كم الف وثلاثمية وعشرين ومن هني لين هني كم الف وخمسمية يعني نقدر نطلع من هني لين هني خط يديد بكم كان سعر الف وسبعمية ولا كم كم هذا هذا الف وثمانمية وخمسة وسبعين كان هني الف وثمانمية وخمسة وسبعين هذا يعطينا حجم متساوي للمطار يعني يون بنيني هني اركب هذا ونحطي هذا اخر شي ونركب هذا اخر شي ونحطي هذا هني راح يكون شو متساويين كحجم طبعا هذا الحين ككارجو ايربورت مش صغير مش صغير بس نحن شو نبنسوي نبنطلع سيرفس روت سيرفس روت الدرب سيرفس الحين لان بنحطي مدرجات بعدين بنحطي قطار الركاب مكان ما هني قطار الركاب شوفه بعيد عنه بس بيتشاركون في السيرفس روت على غلب حق الطيران بنحطي محلات واشياء هني بنحطي محلات واشياء هني شوي شوي بنبني مشروع المطار على اساس نقدر نمد المدينة نسل السيرج اللي هني نسوي سيرفس روت السيرفس روت مرهم بيمتد بالطريقة هذي بالطريقة هذي قدر الامكان نخليهم متوازين طريقة هذي وما اتصور انا عندي بيكون احتياج اكثر من هالمطارات حاليا لكن اذا كان عندي احتياج اتصور المطار هذا يسد كل احتياجي فعليا فعليا يسد كل احتياجي زي خلنا نسوي طريق خارجي سيرفس اللي يطلعون خلنا نهدم هذا هذا مابه ان هذا اذا يا لينهني لازم يطلع الدرب اللي بره عرفته منزين احيان هل هذا يلزك في هذا نعم ولكن منزين نعم ولكن وهل هذا يدخل في هذا نعم ولكن منزين هذا الحين لازم يكون له درب موازي الطائرات تدخل فيه من المطار فلازم نسوي بالطريقة هاي ونروح بالطريقة هاي والحين هذا كذلك بيروح بالطريقة هاي والطريقة هاي بنسوي عندنا شو درب راحل اثنين الحين انطلع الدرب الشو اللي راح يكون مساوي بالطريقة هاي اذا بغينا ممدها المطار قابل للتمديد لكن ترى يعني ثمن مهابط من هذا الحجم ولا كم مهابط هذا في الواحد في مكان طيارة طيارة واحدة صح مكان طيارة ثمن طيارات اكثر من كفاية مفروض يكون حق المدينة طرى طرى ضخم لانه يوم بنحطي مطار المطار هذا ما بيكون صغير هذا بياخذ مساحة ضخمة لين ورا يمكن المطار هذا المار ركاب راح يكون ضخم جدا بس الارغو بعد ممكن تضخيم عنزين الحين الشي المهم لازم يكون عندنا مسارات طائرات مانمم ثلاثة بس اتصور بالروح الاربعة يعني اذا هذا المطار لأوتماله بالطريقة هاي انا اتصور الطيارات تطلع اتطير برع من الطريقة هاي وتطلع برع اه نقدر نحطيهم اربعة جنب بعض في الواقع يعني اذا نيب اذا نسوي حق هذي البس مدرجات صبر مدرج طبعا كلهم راح يستعملون مدرجات اخر شي لكن كشكل كشكل لأ ابقى بعد شوي بعد زين بالطريقة هاي ستة الاف حلو وخلنا انيب منطقة المطارات ونكبرها انترا المنطقة تكلف فلوس مش بلاش ان شاء الله ما اخرب النهر زين ونسوي مدرج هبوط ثاني ابعد منه شوي اقول شي بعد نقدر نستهدف الست الاف تقريبا بس محتاجين بعدنا نكبر يعني مدرجين هاي شكليا ما لمنوع ما للمطار اوكي بعده شوي زيادة سوي هاي بالطريقة هاي ستة الاف من زين صار عندنا مدرجين هاي كشكل عام وهال مدرجين مفروض انهم يخدمون منو صديقنا منو اه 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 الصبر وخبركم مفروض لا شوارع المطار في العادة سيدة لانya الطيارة تلف لفة عبيطة شوي منزين منزين هاي المدرجات مفروض انها يتخدم منو المطار هذا بشكل خاص لكن في النهاية قلت لكم بيكون في سيرفيس رود واحد يمر على المطارات كلها الحين من باب تعديل الشكل العام خل هذا إذا اشتغل اشتغل لازم يكون عندنا شيء ثاني مطار الكارغو هذا لازم يحتوي على شو مش هالمباني ولا اللونش مجموعة الشيء الاول لازم الترين الترين بيكون داخل المطار لا تنسون يعني انت الحين الترين ما بيلزق مفروض يلزق في الشارع بعد ولزق في المطار بعد اوك اذا تسال فتيب اللزقه في المطار الحينة بس عساس انا في حد قلي المطار يحتاج شبك على اساس يقل فيه الجرائم وهذا مش مطار ضخم وهذا فوق الضخم فما عارف كيف راح الشبكة بس ان شاء الله تزبط معنا انزلنا الحين بطلع خط مايل من هذا بالطريقة هذي عفوا وين خط السيربس لحظة خلا ندقى على الكارغو بنطلع خط سيربس مايل بالطريقة هذي ممكن نسوي سيدي على فكرة ونحط القطار بالعكس وطبعا كله بيتشبكة كله راح يتشبك ونحط القطار بالطريقة هاي بس المايل احلى لاني اقدر اسوي بايباسات صغيرة يعني مثلا اذا ايد قلتلكم انا بحطي شارع الكارغو بالطريقة هاي يعني شوي سيستم كيف اشرح لكم ااااا بيكون حلو بيكون حلو ها شي اقدر اضمن لكم اياه على على كيف اي ان اضمن لكم اياه بس يا الله ما علينا هذا قطار كارغو المطار سيدة ينزل في القطار هذا تشوفونا هاذا راح ينزل في سيدة وهذا شو كارغو ايربورت ترمينال هذا مش مفروض هنه هاد فلسف فيه منزين الحين عنا خطوط سكة نحن من من هني نقدر ناخذ سكة مباشرة شوفوا نقدر ابقى في اللعبة ترا بكل بساطة انطلع سكة من هني سيدة وانطلع السكة هاي من الطريقة هاي ونطلع السكة هاي بالطريقة هاي. وكل اللي نسوي انشل الموف التول. اذا ما عدتك الموف التول تدوري طريقة تليلون في هالمكان. يعني ولا تتميلون في هالمكان. اوكي. واستوى عندنا مدخل ومخرج الى المطار هذك. نزيل. والحين بناخذ بورت واحد حاليا. وبعدين بننصب الثاني نفس الشي. نزيل. بالطريقة هذي. نزيل. ونبع اللاين هذا. يكون تعرفون كيف في باي باس. يعني القطار هذا نفسه خلنا اشرح لكم. بيكون رايح بالطريقة هاي. وبيكون رايح بالطريقة هاي تقريبا. اوكي. وبيدخل على اللاين. اللي ثانين بيدخلوه على لاين واحد. يعني هذا بيدخل هنا. وهذا بيدخل وين? هذا شوي من بعده وندخله وين? لا. بعد شوين قربة ندخله هنا. فهذي القطارين بالطريقة هاي. بس هذي اللاين وين نترك? بيكون اتجاه واحد. بالطريقة هاي. نزيل. كأن ندور. عرفتوا عليه كأن ندور. نزيل. والدخل موالة القطار نفس الطريقة. شو بنسوي؟ بناخذ. اللاين. خلو شيني باللاين هاي. عفوا. نزيل. لان هذا. ماذا؟ اللاين وايد مهم انه يدخل. ولا ايه صح? لحظة. نزيل. لانه هاي القطار راح هيخدم السكان بعد. واو يا الدعاية. وقت 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 تجاه الحين صح? والقطار هذا راح يدخل بالطريقة هذي المنطقة. نزيل. هاذي الحينة لازم نقسم الى نصين. يعني اول شيء. هاذي لازم يميل. اوكي? الميلان هاذي يطلع منه شو? خط هني. وخط وين? نشوف له طريقة صرفة عدلة. لا 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 بيض. نسويه بالطريقة هاي شوي لحطة. ملازم مو بالتولة. نزيل. وهذا اللاين لانا اللاين واحد صار. عرفته? هذا هنا. يدخل من هنا. فالحين صار عندنا القطار اللي مؤدي الى المطار لحظة عبارة عن جزئين حلوين. صبروا. نحرك اللاين هنا. بعدني والله قاعد احاول افهم مباني المطار اكثر واكثر مرة بعد مرة ولكن دايما يخذ لني معلومة ناقصت لني. تيب العيد انزيل. هذا نسويتي ونقلبه. هذا الدوار ولا الشارع اللي داش المطار شوفونا? دائري فقط. اسمبل اجدس. يدخلون قطارين يطلعون قطارين على سكة واحدة. والحين هذا المفروض يخدم حتى هذا المطار ويخدم المنطقة هذي بشكل كامل يعني. ككل يخدم المنطقة كاملة. طبعا على اغلب بنطلع مننا لاين. دائريكت من هذا. من هنا بس ما احسي يحتاج لان هذا ممكن يلف ويردي يدخل المرة ثانية على السكة هذي ولا ياخذ منها اللاين. نزيل. الحين نحن سوينا لأفهم. مطار الكارغو على طول شغال. نزيل. مطار كارغو بدون اكسسواراته وبدون اشياء انت زينة على اساس ان يبين مطار ما ينفع. ابدا ما ينفع. فبالتالي نحن شونا بنسويه? مش مترو ستيشن هني لما نبو ولا بس استيشن. والنبا نحطي اشياء. فيو الستيشن. نحن شو بيعبي عندنا المطار. فيو الستيشن صح? فلازم المكان يكون اندسريل او صناعي لدرجة لازم يكون فيه اني طن خدمات. مثلا هذا في الستيشن بالطريقة هذي ما نبا نبا لارج 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 بارك كارجو بلين بارك كارجو بلين نشوف منول اكبر اللي هي هاي بالطريقة هاي نبدأ نحطي الباركن بيكون مشي هني لأ الباركن بيكون زينة ترى ما بيكون فعلي ولكن خليه يكون شكله مرتب يعني يكون ما يكون شكله اوكي يعني مسوينا بس تكزير لا يكون شكله زين يكون شكله لازم زين فلازم نطلع من يمكن من هنا اتصور طريقة هاي واللين هذي يوصل هني ممكن نسوي اللين بالطريقة هاي احاولي خليسي دي لحظة هاني تسعين درجة تسعين درجة نسير للهنجرز ممكن نحطي لارج هانجر هني لارج هانجر هني لارج هانجر هني هاي الاماكن اللي مبركنا فيها اطير على زاوية الطيارة من المنطقي اكثر يكون في هانجرات واشياء اه في اي مطار طبعا هاي شي طبيعي جدا يعني وين هذا خط سيربس مثلا نقدر نعتبره ونقدر نحطي عليه اشياء ثانية كازينة بشكل فعلي ولكن اه الاشياء بعدها يعني مع كثرة الاشياء اللي حاطينها مش اه افضل شي مش انه مش افضل شي كيف اقولكم يعني بعدها في اشياء يالله يالشبك هذا الله الله نزين بعدها ممكن نسوي اشياء احسن لكن بالمقابل هاي منطقة شو قلنا نحن منطقة مطار فبالتالي خلني بشارع صناعي نزين وبنسوي شي ثاني هني داخل اه ولا عند حدود المطار اللي هو اه ممكن نحطي اندستريل ولا ممكن نحطي حتى الشارع هذا اللي ما في رده روحه او لا او ممكن اي هني نحطي large police station في الوسط هني مكان اما نزين طلع لنا الشارع بالطريقة هاي نزين ونطلع لنا حق المكان هذا وعندنا مباني زيادة large bank large small bank بس يبقى نسوي اه اشياء يديدة لان في اشياء يديدة نزلت نزين الحين police security center ها نقدر نحطيه عند باب المطار نزين police department صغيرون ما نبع هستركن لا لا بنحطي طبعا ال high density المفروض انها يغطي لي معظم مساحة المنطقة مضاف اليه ال high density والهليكوبتر اللي موجود عنده ليش لان هذا مطار ولازم امن جوي يكون عندنا بعد شغال ولازم اذا بنحطي سجن تحسون شوي مبالغ ولكن في سجن في المطار لكن ما بيكون اهني على درب الكارغو يمكن يكون داخل اهني مغطى بنسوي مكان سجن وامن طبعا غير هالامن طبعا انزين وهي بيحتون على اشياء الثانية مثلا خلنا نروح المطافي نشوف ال high capacity ممكن نحطي كلا هني من ضمن مستودعات المطار وهير capacity شو؟ fire station وهني دام ان انا عندي ثيم مطار ماشي طبعا شو بنسوي لحظة صبر براويكم نبدأ ان اسس المكان على اساس ثيم المطار اللي موجود يعني بمعنى اخر صبر ثانية واحد اثنين ثلاثة هذا حق الاثنين اتساوه في الشكل هذا واحد اثنين اخلي اتساوه في الشكل طبعا بنروح على المطار بناخذ الشبك ماله وهني ما في حد يبني انت في منطقة في منطقة المطار منطقة الامن ماله يحرسه وايد ناس نزين بطريقة يعني ما تباتت شربك فيها نزين هنا بنحطي شبك هني بعد هنا بنحطي شبك بالطريقة هذي يعني اذا نعدل شوي بالموب التول كأنك ما تقدر تشرد من اي مكان في المطار طبعا في سيكيروتي بوينتس حاليا سيكيروتي بوينتس ممكن نستعملها بشكل جميل بعد اصرا بما انه صار عندي سيكيروتي بوينتس صغيرون اهني اقدر احطي بعد سيكيروتي بوينت اول المطار واخر المطار يبينك ان المكان محمي انزين الحين هاي الاماكن صحيح اماكن اندستريل لكن بعد تحتاج خدمات يعني مثلا ابسط خدمة تو كان يصيح علينا اللي هي القاربج القاربج في المطار ما اتصور احطي هنا احطي في الجزء الخدمي اللي بيكون عند القطار فبنسوي شو بالطريقة هاي وبنسوي شارع سيدة هني والشارع هذا يكون مايل بالطريقة هاي والشارع هذي يكون بالطريقة هذي وهنين حطي خدمات النفايات اللي نحن نباها حق منه حق المطار ممكن نستعمل فيها مجموعة اشياء مثلا بالطريقة هذي نستعملها طبعا بنوسع مع الوقت في مكان توسعة لكن المبدأ الاصلي نفس ما قلنا شو هذا راح يكون شير وهني انتو لا تتكلم لا تنسوا نحن قاعدين نتكلم هنا مطار الكارغو لحنا عنا مساحة كبيرة حق المطار الثاني نزين طبعا هالمكان قلنا ما احد بيبني فيه راح يكون عبارة مكان كامل مشبك وهذا المكان يعتبر مكان امن مطار فالواحد لا اهني ما يحتاج بالطريقة هذي مكان كامل امن مطار بالطريقة هذي طبعا الامن ممكن نحطيه تقريبا كل مكان الا من الصغير هذا السيكوريتي هذا ممكن نحطيه كل مكان كبوابة لان هذا شو سيكوريتي سنتر لازم يمرون عليه اه مشكلة انه كبير شوي بالنسبة لسيكوريتي سنتر بس ممكن نستعمله تقريبا كل مكان تقريبا ممكن نستعمله نزين المطار ترا فيه مجموعة اشياء اكبر انا الاحيان ما قاعد استعمل كل الاشياء اللي موجودة في المطار ولكن اه احس كبداية ما بأ ازود اه احجام الاشياء اللي في المطار ولكن اهني ممكن شو كنت سأقول نحطيه باركناتو موقف اهني مقابل الجهة المقابلة من الشو الكارغو هناك وهني شارع خدمات يقدرون يدخلون اهني يروحون مثلا يسحبونهم الى الهنقرات او اشياء ثانية طبعا راح يمتد الشارع لهني وراح يكون على اغلب اهني بعد مدرجات ثانية فكل مدرج يروح الامكان يعني يا الله مشروع هذا راح يطلع لي روحي نزين الاحيان لازم نسوي تغطية بسيطة لواجهة المطار اللي ليش الاحيان واجهة المطار شو ممكن تحتاج كعماير ولا كفاسيليتيز نزين طبعا الحين نحنا عندنا مجموعة فنادق واشياء وبرج استراليا وغيرة وما الاحيان هذا مش تجاري ولكن الفكرة منه مثلا شوفوا شكل هذا كيف تشوفونا نبأ شيء يدام المطار والامام للمطار جمعة فنادق وحدائق وعندنا سكاي سكرابرز لين باتر شوفوا هذا بنبدأ ان اسس المطار بالطريقة هاي فلكن بس واحد من سنتر بيس يكون شيء قوي جدا في وايد توراة يعني صراحة بس ما عرف ليش مش حقين برج دبي ولكن هذا واحد من الاوبشنات اللي وايد حلوة تنحط جدام المطار شو العادي ممكن هذا منطقة مثالية حق ابعده نزين الحين هذا يوم ينحط برج نفس هذا هني ينحط يدامه فاسيليتيز ينحط يدامه اشياء ينحط يدامه الى اخير احيارفته بس بالنسبة انا دايما اشطح ان الموضوع انا هاي مشكلتي يعني لو انا ما اشطح عن المواضيع احس الحلقة بتطلع احسن لان انا الحين افكر شيء بعدين مروح افكر شيء ثاني نزين نزين هذا شوفو ارتي دي سنتر هذا صحيح هذا سياحي ولكن هذا شو شكله نزين خلكم من الكورية نفوت خلكم من الشغلات الكورية براكم شغلتين انا شفتهم مش المول والمول هذا عالمي ترى عفكرها يمكن نحطيه مكان نفسه هني ونسويه هم تخير بتكون سياحية اصلا على اغلب في عندنا ملاعب عندنا اشياء نحن نبقى مبنى شكله شوي اكثر على الاشياء اللي ممكن تخدم في ناحية المطار نزين اذا يبنى هذا ويبنى الكونفرنس سنتر نحطيه هني هذا اجتماعات التجارية هني تستوي وهذا شكله مكتب تجاري حلو من زين خلنا اتفق على شي واحد نحطي مماشي ولا المماشي هني عفوا من زين المماشي هاي راح تخدم المنطقة اوكي بالطريقة هذي الشي الثاني اللي راح احطيه ندخل الحدايق مو عظا ان يشتيو مكانه بس خلنا نجر ايوي يشتيو مكانه بالطريقة هذي لت مكان بيزنز نزين فلازم يخدمه مبنى باركنات المبنى هاذ من بداية تعبى باركنات ما عرف ليش لكن تعبى سيارات عفوا ولكن نشل الباركن هاذا ونحاوله الى مكان شبه سياحي نزين نحن باركن بالطريقة هاي ممكن نحن نوصل ممشى الثاني ونحطي في نص الممشى اذا نزل هذا نزين ابشير هذا الاول يتحيدونه نحطيه بالطريقة الثانية والطريقة هذي اوكي الحين هذا المكان بكبره خلى بالطريقة هاي خلى الناس تطلع مبنى هذا التجاري وتصير ولا مبنى الشركات هاذا وتقدر يسوي شو فيه تقدر تقعد تسوي اجتماعات هاوين عند المطار قريبا فاكرا يقدرون يمشون من اماكن ثانية يعني عادي بس ممكن نشد حين شوي ونحطي في المكان هذا خطوط مشاء واذا استوى تزحمه ممكن نلغيهم لكن حاليا هذا مكان الاجتماعات جنبهم بالضبط نقدر نحطي كم شركة هني يطلعون عماير الحين هذه المنطقة على غلب ما بيكون فيها وايد اشياء ثانية لكن نحن محتاج يسوي لاند اسكيبنك حق المطار نفسه يعني المطار ما ينفع اتم رقم ثلاثة بالطريقة هاي ما في مواصفات فالمطار كبرة لازم يكون في مواصفات حلوة طبعا انا ما عندي الزينة الكارغو وبعض الموادات اللي استعملها في العادة وقد يكون موجود لكن انا مش وايد مركز فبتلاقي انه شسمه موجودات بس انا ما حطيتها في احتمال كبير افكرا يعني نزيل حطينا هذا هنا نبى مبنى من مباني يكون مبنى امني شوي تشوفوا له الكبترات كيف طائرة نزيل بالطريقة هاي نقدر نسوي مشروع المطار هذا عالمي ومفروض يخدم المنطقة كامل صراحة انا على اساس عشرين حلقة تشيء وخلاص بوقف ولكن كل ما افكر في شيء يطلع لي شيء ثاني افكر فيه ما اعرف سبحان الله فاقعد اسوي افكاري ديدة ووهق عمري في حلقاتي ديدة انزيل بشكل عام هذا المكان لكن ممكن ان نحطي فيه اشياء نفس مثلا نفس ما قلت لكم في الاماكن هاي في العادة كيف مالي شركاتي نفسون عن نفسهم لهالسوار تلاقون كمية ملاعب موجودة اذا استوى مكان ملعب هني ممكن نحطي جنبهم ملعب هاي اعرفوا حق الناس اللي تشتغل هني انتي تلعب يعني شو يسوون الناس اللي هني انتو خبروني يوني لعبون فريقة هاي ننزيل الطيهرات ماشا الله تبارك الرحمن شغال رايحة رادة والكارغو عندنا شغال القطار انا مش متأكد اذا شغال ولا لا ولكن القمامة هذي ولا هذا ما يقدر يوصل لمنه اللي لقط او صدق ارم احطي مركز اعادة تدوير داخل مطار والله ما كنتش اعرف ما كنت بعرف ابدا ابدا ما كنت بعرف هل اقدر احطي شو اكتر احطي داخل بعد لا تقول اقدر احطي اقدر احطي مباني يا جماعة اه اوكي انترستنج ما عرف انا شو حطيت بس مثلين هذي ماركت دكان حطيت هنين يا جماعة انتم مستوعبين انا اقدر احطي مباني داخل المطار ومش خارج المطار واظني اقدر امده في شارع الخارجي اصلا اذا بالطريقة هاي نعم اني اقدر نعم انه ممكن ممكن جدا ممكن جدا عندنا وايد اشياء نستكشفها يا جماعة خلنا نشل الماركت هنا نحطي الماركت في واجهة المباني هذي ونكمل الشيار اللي موجود من جزء من الثيم وبعدين نقدر نكمل على المنطقة بزينة مختلفة هذا موضوع ثاني نعم زين بطريقة ساعة هاي فارعنا يعني يعني في اشياء الصراحة واحد ما يستوعبها بدري لكن مستقبل هذه المنطقة راح يكون باهر نعم زين اهني بالسيكوريتيشك بعد لازم ضروري ليش لانها يلدى شين على المطار ومني تشيك عشو احنات هاي ما عادة سيكوريتيشك شوي هذا كوستا يحس عادي صراحة اه مئتين واربعين تسفين اظن عادي 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 بس لازم يكون في شرطة تشيك عليهم دى شين طالعين هاي الشي صراحة ماك تعرف لا تزعلوا مني اذا ما عرف كل شي ولكن طبيعة الانسان يجهل الكثير ويتعلم القليل ويستفيد منكم اكثر الحين هذا كان عنا مطار الكارغو من خالص امية في الامية ولكن بناخذ لفة على المطار اعرف بتقولي ما خلصت المصانع ما خلصت ايوه هذا الهدف مننا يخدم كل شي ثاني فنشوفكم في الفيديو خادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة